مجلس الشورى العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصية اللجنة بشأن المواد التي تضمنها التقرير والتي شملت الديباجة والمادتين التاليتين بتعديل اللجنة وإعادة المادة الثامنة بعد إعادة الترقيم للجنة لمزيد من الدراسة لا شك أن هذا المشروع استغرق منه أكثر من ثلاث أربع جلسات لكثرة المواد القانونية الموجودة فيه وهذا التعني يفرز لنا قانون جديد فيه خدمة اجتماعية وطنية للمواطنين وفيه أيضا كثير من الأمور التي تهم المواطن تم استحداث في هذا القانون الذي كان في السابق فيه بعض الثغرات وفيه بعض المستجدات لأن هذا القانون تصادر في 1974 ونحن الآن فيه 2017 وهذا يحتاج أيضا إلى تجديد وعالة نظر شهدت الجلسة مداخلات جوهرية أدلا بها أصحاب السعادة الأعضاء حول مجمل المواد التي تضمنها مشروع القانون قبل أن يتخذ المجلس قراراته بشأن المواد التي تم التداول فيها هناك موضوع جدا مهم بالنسبة ما يتعلق بالنسبة إلى محاويات الموجودة في الحياة السكنية أو موجودة بصراحة في كل أنحاء المملكة يجب أن يكون هناك فيه موجود من وجهة نظر الأعضاء اليوم يكون هناك فيه موجود نوع من التعمق في كيفية وجود هذه الحاويات نوعية هذه الحاويات وأيضا طريقة التخلص من هذه الحاويات والحمد لله اللي فهمناه اليوم أنه فيه موجود فعلا توجه لدى الوزارة المعنية بأن يكون هناك موجود نوع من الاستفادة من خبرات دول الأخرى بالنسبة إلى هذه الظاهرة التي نعتقد اليوم تعتبر ظاهرة غير صحيحة غير صحية ويجب أن أخذ بها في المستقبل تم هذا اليوم في مجلس الشورى مناقشة التقيير التكميلي الأول للجنة هذا يتعلق في الواقع بالمواد التي تم إعادتها من الجلسة السابقة كالديباجة وغيرها من المواد وتم استكمال مناقشة المواد المتبقية من القانون والتي تتركز بشكل أساسي على كيفية نقل المخلفات والنفايات من مواقعها إلى مواقع التخلص أو مواقع المعالجة وأيضا المواد المتعلقة بالمسائل العقوبات التي تفرض على المخالفين وافق المجلس على توصيات اللجنة بشأن المواد 9 و 12 و 15 فضلا عن المادتين العاشرة والسادسة عشر كما جاءتا من الحكومة الموقرة إلى جانب الموافقة على إعادة المواد 11 و 13 للجنة لمزيد من الدراسة واستحداث المادة الرابعة 10 بعد إعادة الترقيم إلى جانب الموافقة على التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة السابعة 10 بعد إعادة الترقيم شكرا